موسيقى يا أهلا وسهلا حلقة جديدة برنامجكم أسرتي سعد أنطلقكم من خلالها على القناة الأولى اليوم مواضيع كثيرة في انتظاركم كيف مجردت لآداء ومن بين مواضيعنا نتكلموا فقرة تدبير حياتي على الأخطاع المالية الفتاكة للأسر المغربية لنموعد مع فقرة مغاربة العالم والوجهة الإمارات باش نتعرفوا على قصة نجاح وقصة نجاح سيدة مغربية متميزة غادي نتكلموا على علاقتنا بولداتنا فقرة زوم من دبق شوية نتكلموا فيها على تغيرات المناخية التي تعيشها حاليا المغرب تأثيرها على المدى القصير والبائد واشنو هما أهم التغيرات اللي قدروا نعيشوها في المستقبل للمواعد مع صحتي رسمالي ولكن قبل خليوني كيف لعادة رحب ضيوفي دكتور يونس الألالي الأخي سائف أمراض لأيضم المفاصل ساعة سعيدة دكتور شكرا لك الاستدافة كل شيء مزيان الحمد لله الحمد لله وينورنا بحضوره الأستاذ بوعزس لك خبير في المناخ مرحبا بك أستاذ الله يبركيكم شكرا الله يبركيكم أرجع عليكم من دبا شوية نستفدم خبرتكم في هذا المجال وتوضح لنا مجموعة من الأمور بخصوص التغيرات المناخية في المغرب ولكن قبل مشاهدين الكرام شو رأيكم نتكلموا بفقرة صحتي رسمالي على ما يعرف بالتهاب الفقرات التسلوبي دكتور العلالي قبل ما نتكلموا على التهاب الفقرات التسلوبي بما أنه توقع على مستوى العمود الفقري نريد أن أعرفوا البنية للعمود الفقري من الناحية العلمية كيف شديرها الوظيفة دياله أهم معلومات لخص مشاهدين أعرفوها على العمود الفقري العمود الفقري تشكل من الفقرات التي يكون بناتهم أنديسك هو الأساس الجسم الذي يوقفنا ويجعلنا مستقيمين ويبدأ من الفق من الرأس حتى البصة يعني من التحت يجمع الأطراف كاملين لكي يكونوا مستقيمين وقدرون أن يمشون كما قلت لك يتركون من الفقرات والفقرات على مستوى الصدر يشدون فيهم الأضلع وعلى مستوى الظهر يلتصل بالطرف السفلي يعني البصة وهذا العمود الفقري يدوز فيه النخاء الشوكي اللي يتحكم في الأعصاب للجسم دينا ويجعلنا باش نوصلوا المساجات للأطراف باش نتحركوا باش الإحساس وكل شيء وهذا العمود الفقري هو في حركة يعني كيتحرك عن طريق هذو كل الديسك أنتغف يغتابه يعني لغضروف يعني قدروا نعوش وظهرنا نحركوا على اليمين على اليسار وما نفكسيش وخا دكتور شنو اللي تيوقاع باش نبدو نتكلمو على التهاب الفقرات التسلوبي شنو هو؟ هو من الكلمة ديالو يعني التهاب الفقرات التسلوبي يعني كي التهاب الفقارات وتسلوك يعني هو نوع من روماتيزم اللي كي يصيب الجسم ديالنم يعني كي بزاف لأنواع الروماتيزم التي يكونوا أمراض مزمنة التي تبقى على طول الحياة وكتقيس المفاصل وتريس الأطراف وكذلك الأعصاب والطنطن التي يجعل الألم يبقى مزمن وحاد ويقلق في الحياة اليومية ويعطينا عجز يعني كنا نقوله يوميا بحلال النانديكاب بغمانو وهو بمأنه التهاب يقيس لنا هذا بالخصوص تصلب الفقارات يقيس لنا عمود فقاري بشكل خاص وهو يسمى الاسباء يعني معروف بالاسباء هذا نوع من خاص بالبعمود الفقاري اللي يعطينا ألم حاد على مستوى الظهر وخصوصا أسفل الظهر وعلى مستوى الورق وبعض الورق وبعض الورق يقيس لنا الكتفين ويعطينا ألم حاد اللي يبقى يجي خصوصا في حالة من يرتاحه يعني ويكونون خدامين لكن في وضعية راحة يجينا الحراق أكثر من أننا كنتمشيوه وهذه الرفاظ انفلاماتواخ من اللي يمشيوه يجعلون مخلفات ديالهم هذه المخلفات ديالهم المفاصل يبدوش يفقدون المرونة ديالهم كيتكوانساوه 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 هو نوع من أنواع الروماتيزم تنعرفوا بلين هاد نوع من الأمراض ديال الروماتيزم كيتزاد الحراق ديالها في الفصل الباردة ربما عند الناس كيبدوويتشكوه كتر من الحراق واشتهوه هاد نوع من المرض الحراق تيكون كتر في الفصل الباردة ولا ممكن يكون على طول العام هو كيكون على طول العام كيجيب يعني فترات فترات كيحس الواحد أنه مرتاح بحالة حاجة مكانت ويرجع بديكخيز ويرجع بديكخيز ديبوسة انفلاماتواء ديبوسة انفلاماتواء كيتهيجو ملي كيكون مثلا الفصل البارد ملي كيكون صدمة نفسية واحد تعصب واحد تعبز يعني الجسم بحالة ردة فعل ردة فعل ديالجسم كي يجاهد هذا الالتهاب كيولي بقوة أكتر وكي تزاد الألم كينا ناس أكتر أرضى الإصابة بهذا نوع من التهابات يعني عندهم القاوي يجيهم التهابات الفقرات التصلوا بي نعم هو هاد الالتهابات ما كينش سبب محدد اللي كيخليهم أننا نتصابوا بيهم ولكن اللي غالبا كيكون وحد وحد الجين هش إلى بي 26 هو اللي كيكون يعني السبب الرئيسي في هاد المرض يعني في البحوتات بينوا بأن الناس اللي عندهم هاد الجين هما أكتر إصابة بهذا المرض من وحدين أخرين هذا عامل عوامل أخرى عوامل يعني كما قلنا ويراتي عوامل عوامل التغذية عوامل دي السترس كلهم كيهيجوا هاد الجسم باش كيتصاب هاد المرض وهاد المرض كيبقى مزمن على طول الحياة كيبقى خاص الواحد يتعايش معه يعني كين إلاجات غيب اشتهمت ذاك الحراف تماما كنحيدوا هاد الابوسة اللي كدجي هاد الفترة كنحاولون نقصوه باش ما يخليش مخلافات أكتر يعني باش من اللي ما يفوتش ما يتكوانساش لإنسان بزيح تماما باش نحنوا نجنبوا علي هادوك المشاكل اللي خايبة يعني حيث هو يقدر يوصل التصلوب تام يعني الظهر دينا يقدر يتكوانسا ما يبقاش يتحرك الظهر دينا يقدر يصيب لنا على مستوى قفص صدري تنفسكي ولي صعيب يعني الضلوع دينا مع الظهر دينا ما يبقاش يتحلو يتسدو باش يتكون هذه الحركية في التنفس يقدر يصيب لنا على مستوى العنق تبلوكا وما يبقاش نظور يعني هو هو إلى خاصا نحاولون ديروا لي التسخيص نبكر كيفاش تشخصوها دكتور كمختصين هو التسخيص تيكون بفحص سريري وكيكون بالأشعة في البداية يعني أغلبية المرضى ما يتحدش لهم الدياغنوستيك بسرعة حيث كيكون غير ألم وغالبا كيمشي دك الألم على أساس أنه تعب وفي التحاليل ما كيبانش لك يعني خاص بواحد يبقى يدير تحاليل ويدير أشيعة سينية خصوصا على مستوى الورك ديانو وبعد المرات نديرو حتى سكانير تدام باش نشوف لليزيون أساس هدوك يعني العدم واش بدأ كي تآكل أولا باش نحدوه وكي نشوف الألم كي يوصف المريض للألم يعني واش كي يجي في العشية واش كي يجي في التعب واش في الراحة واش في الحركة وما هو الوضعيات اللي كيكون فيها الألم كتحاولوا تحدوها وهو الواحد من اللي كي يجهد راسه من اللي كي يمشي يرتاح كي يبدأ الألم يعني كي يجو بذي بوسي اللي كي يبقى يتألم ملقاش الراحة فلو كي يبدأ بحل ينجان ومن بعد الألم كي يبدأ غاد يتفاق مالحساب كان أضرار على مستوى المفصل ولا على مستوى الفقارات سأنا أعرفوا دكتور بللي مجموعة من الأمراض لأيضام والمفاصل كتقدر تكون الجراحة من بين الحلول اللي مقترحة لها التهاب الفقارات تصلوا بي هل يمكن لجؤ الجراحة فيه؟ نعم من اللي كي يكون عدنا مثلا مستوى السكخو إلياك يعني الواسطة مع العمود الفقاري تآكل هذك المفصل يعني كنفيكسيو باش ميبقاش هذك احتيكك يعني كنحيدو هذك المفصل كي يقولي يعني كيتسودا يعني كنسودوا يعني كنحبسوه باش ميبقاش يتحرك باش ميبقاش هذك الألم يعني حتى في الفقارات اللي كان عوجاج كتير ولا كان ألم كتير تهو كان قدروا ننتبتو هذك الفقارات باش ميبقاش يتألموا الناس اللي عندهم من النوع من الأمراض نوعية سرير اللي كي ناسوا عليها ومخدة مهمة يردوا لها البال أكيد أكيد هو المرض خاص الوحد يتعيش معي يعني خاص الوضعيات اللي كي يلقى فيهم الراحم خاص تمارين رياضية ترويتها بمطالب أكيد أكيد باش يبقى هذك الليون وهذاك العمود الفقاري والعضلات يبقوا لييني كيتحق ما كيتكوانساوش ما يتكوانساوش باش نغلبوا واش يقدر يجي لوليدات صغار هذ المرض هو هذ المرض يجي غريبا عند شباب بين 20 و40 سنة وعند دكور كتر عند الأطفال صغار قليل فأردنا دكتور سيدة حامل وكانت كتاني من هذ المشكل واش في فترات الحمل مع التقل ديال الحبالة واش يقدر يتزاد عند هذ المشكل او لا لا ويكونوا دي بوسي أفلامتوا عند المرأة حاملة لغير المرأة حاملة كان نخافوا من الأدوية لو كنت قل لها سبريل يعني كان حاولوا نديروا التروية الطبية باش نساعدوها باش نحضو ذاك الألم كان حاولوا ندوزوا الأدوية ولكن يعني مع تقل دول يقدروا على الجنين وهو صعب عند النساء الحاملات يكونوا صعب من بين الرياضات المنصوح بها في مشاكل الأعدام والمفاصل وأغلبها السباحة لماذا دكتور تتم لصحة السباحة في مشاكل الأعدام والمفاصل السباحة تخدم جميع العضلة ديال الظهر كلها في حركة ديال السباحة وكيكون عندك كنت تحكي بها بلما نتعبو العضلة نقويها يعني دائما كنس حب السباحة وليما قدرش يدر السباحة لجري حركات جيمناستيك كلما هذو حركات كيخلوا الواحد يبقى دائما يعني جميل جدا شكرا لأنني سيحك لنا دكتور مرسي بكو هنشو الموضوع آخر مشاهدين الكرام فقرد سوم كيفما قلت في بداية الحلقة فرصة مهمة العالم تأيش تغيرات مناخية كبيرة كان الأجيال كتكتشف الأول مرة مجموعة من الفيضانات والأعاصر بوحد الوثيرة قوية كل مرة كان نسمعه في دولة من دول الآلام أعاصر مشاكل لوقعها بيئية صعيبة شنو واقع في المناخ دي الآلام وشنو واقع بالضبط في المناخ دينا في المغرب شنو هما أهم التغيرات لتنائشوها شنو تأثيرها للمدى البائد والقريب تقرير ورشعي للحديث رفقة ضيفنا في بلاتوف سراتي حسب تقارير المنظمة العالمية للأرصد الجوية لسنة 2024 تم تشجيل ارتفاع درجات الحرارة بمقدار جوج فاصلة 5 إلى جوج فاصلة 9 درجة مئوية الأمر لتسبب في ارتفاع درجات حرارة السطح بالإضافة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر هذه العواميل أدت لوقوع مجموعة من الكواريط الطبيعية التي شهدتها بعض دول العالم من فيضانات زلازل وباراكين المغرب بدوروا من بين الدول اللي عرف عدة كواريط طبيعية في السنوات الأخيرة من هالزلازل نفوق الأسماك من مناطق مختلفة تراجع الفرشات المائية والفيضانات اللي جعلوا ينخارط في مجموعة من الاتفاقيات الدولية ويواكب النقاش السائد حول التغيرات المناخية للتقليل من مخاطر هذه الكواريط الطبيعية المغرب نطالق في تفعيل مجموعة من الإجراءات الاحترازية كتجلة في تعزيز البنية التحتية حملات التوعية والتحسيس وتطبيق أندمة إنذار مبكير خاصة بالكواريط الطبيعية تلتحق بنا في بلاتو أسرتي عفف لوديني الأخصائية النفسية ضيفتنا فقرة مع ولدتي ساعة سعيدة وسعيدة تكوني بناتنا في هذا الموسم أنا سعيدة نشوفكم منورنا من دفع شوية عفف نرجع لك للحديث على إدمن الأطفال على الألعاب الإلكترونية ولكن قبل نتكلمهم مناخ واستعدي إلى ممكن نبسط المعلومة العلمية للمشاهدين نتمنى أنك أنتك تفرج فينا تفهماش واقع قرأتكم أهم تغيرات المناخية اللي عاشى المغرب في 2024 قبل ما نصل نتكلمه على شنو واقع في ملاخ العلام والمغرب بالخصوص سنة 2024 نريد نوضح لمشاهد كريم أن الكرة الأرضية كانت عرفت عبر الأزميلة التغيرات المناخية يعني أن المناطق اللي هي صحراوية الآن كان فيها مورا خلطت في واحد الفترة معينة الدليل لأن مناطق صحراوية الآن فيها البيترول والبيترول كان عرفوا أنه إما يكون غمر بحري أو تكون غابة اللي تدعطينا من بعد أزميلة جيولوجية معينة هذا البيترول ولا الفوسفات إلى غير ذلك والتالي ف على المستوى العلمي كان نجوج ديل توجهات توجه لي تقول أن هذه التغيرات المناخية هي نسألة عادية في الكرة الأرضية لأن الكرة الأرضية مرت من فترات جليدية وفترات بجليدية يعني فترات رطبة وفترات اللي هي ساخنة جدا والتيار آخر يقول أن هذه الفترة الحالية أن الكرة الأرضية تتعرف في واحد تغيير مناخي لسبب فيه هو الإنسان نتيجة عن بالدرجة الأولى انبيعتات الغازية يعني تركز أكسيد الكربون في واحد طبقة التي هي التروبوسفير مسألة أخرى مرتبطة بتدهور الغابة لأن الغابة هي التي تحاول تتنقص من أكسيد الكربون ومسألة الثالثة هي الفلاحة الإكستنسيف يعني التنسيف ذاك الفضلات ديال الفلاحة إلى غير دارك حتى عندها واحد نبيعتات الغازية التي تزيد من تركز ديال سواء دو في الجو هذا التوجه أو لهذا الـ سبعين سبعة و تسعين في المئة من اللي يشتغل في الحقل ديال المناخ يحمل مسؤولية مباشرة للإنسان كعامل اللي أضطر في المنظومة البيئية وفي النظام ولا في الإيكو سيستن بلانيتر نتيجة لهذا العوامل اللي تكلمنا عليها الصناعة والتدهور ديال الغابة أنا عدنا 13 هكتار سنويا اللي كتدتدهور سنويا بسبب إما الحرائق ولا بالإجتيتات ولا بالاستعمال ديال الغابة في صناعة الفلاحة مع الاحتياج طبيعي لحال الإنسان المواد الغدائية زدنا في البرودوشيميك زدنا باش نزيده في الإنتاج باش نلبيوا الحاجيات ديالناس ولكن اضطرنا على المنظومة البيئية بصفة عامة وبتاليفة هاد جوج ديال التوجوهات العلمية الباليونتولوج مع العلماء الفلاجيولوجي ولا في تاريخ ديال الارتكول أنها مسألة معادية وحد توجوه ديال العلماء يقول أن الإنسان هو اللي يتحمل المسؤولية وأن هذا المناخ الذي بدأك يعرفه المغرب والعالم هو نتاج للإنسان بالدرجة اللي يتحمل المسؤولية ويحصد نتائج تغيير في المناخ ما يقع في المغرب ممكن المغرب يكون استثناء خاصة أننا نحن في حوض البحر الأبيض المتوسط في جيوغرافيا كنت موقع في مجال انتقالي القطب الشمالي المغرب يتأثر بالكتلة الهوائية التي تجعلنا من القطب الشمالي وكان تأثر بالكتلة الهوائية الساخنة التي تجعلنا من الجنوب لك سننستغلم بشكل كبير وأنه الأطلس والسلسلة الأطلسية من الريف حتى هذه اللعبات واحد دور كبير أنها تتمنى علينا التقدم الكتلة الهوائية الساخنة بشكل كبير وبالتالي كانت تكون الصحارية تقدمها نحو الشمال إلى غير ذلك هذه التفوتات في الحرارة بين كتلة الهوائية التي هي ساخنة كتجينا من دافئة كتجينا من الجنوب كتلة الهوائية باردة لكتجينا من الشمال هذه التساقطات التي تكون خاصة صيفية تكون عندها تأثير كبير على الساكينة وعلى المجال والمجتمع شفنا مؤخرا مناطق التي جاءها فايدانات صعيبة مناخيا كيف يتم تفسيرها تكتر المعلومة اليوم عن مواقع التواصل الاجتماعي ولكن نحن نريد أن نعطي للناس معلومة الصحيحة التي جاءت من أهل الاختصاص كيف قدرت شرح لنا أستاذ فيما يخص تأثير تغييرات المناخية للمغرب وكان تأثير شخصيا قمت بدراسة في حوض أم الرابع مجموعة من العلماء المغاربة التي معترف بهم دوليا في مجال المناخ قاموا بمجموعة من الدراسات وتم تأكيد على مسألة مهمة جدا من خلال هذه الدراسات العلمية هو أن المناخ المغرب في العشرين سنة الأخيرة بدأ يتمييز بواحد الخصائص معينة من بين هذه الخصائص هو أننا كنت تتكلموا على التركز الزمكاني في التساقطات كانت عندنا نشطة الأمطار كتتطيح في أسبوع وكانت عندنا نفس الكمية كتتطيح إما في ساعة ساعتين إما في 12 ساعة في هذا البريود حتى البنية التحسية المغرب كانت تجدنا 500 مليمية تركيب في أسبوع ولكننا نتلقوها في ساعة أو ساعتين هذا التركز في التساقطات هو الناتج عن تغييرات المناخية والتركيز من تجد توزيع الضغوط أو توزيع الضغط الجوي على المستوسط موقع المغرب مقارنة بالشمال والقطب الشمالي والقطب الجنوبي الحوض البحر الأبيض المتوسط تأثير اليابيس والقارة إلى غير ذلك أعطنا هذا النوع من المناخ الذي أصبح يتميز بالتركز في التساقطات يعني يجي نهار كتطح الشبجة وكتحبس موحد مدماعي موحد مدماعي يعني لدينا حرارة مفرطة وتساقطات ليجد مركزة وش توقعات العلماء كتقول باللين قدروا نستمروا سنوات في هذا الحال إلا سمحسين بقى التساقطات والفايدانات اللي عرفها المغرب نعطيوها شوية ديال هذا اللي أنه كي نقاش كاللي كي ربطها بالاستمطار كاللي كي ربطها بالمجموعة من العوامل أخرى اللي أخسن عرفوا أن الفايدانات كينين عندنا جوجل العوامل كين اللاليا وكينالا فينوغابيديتي يعني الإقواصيات الماتيماسيك كين الغيسك تيقال الليا فينوغابيديتي اللاليا سي كليماتيك ناتوريل داخلين فيها تساقطات طبيعة التساقطات داخلين فيها ما يسمى بالبارامتر فيزيومتريك ديال الأحواض المائية يعني المعطيات المورفيمترية شحل مساحة ديال الحوض واش غيطاء نباتي كينو لما كينش مساحة دياله واش لكوش أولا لغوش بيغميابل أو ما شي بيغميابل بشي قدرين نقصوش بياما الوقع ديال هذا ومطابيط الحال مرتبطين أيضا بواش هدك الواد برمانة ولا 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 سيزونية يعني واش دائم جريم ولا موسمي واش دائم جريم لابيني غابلتي مرتبطة بحويج خرينات اللي هما مرتبطة بساكينة بخصوص مرتبطة بتقافة ديال الخطر واش الناس وعيين واش كيعرفوا أن هذك المناطق ره مهددة ولا ما غير مهددة بلخطر ديال الفيضانات واش عندهم معلومة مرتبطة أيضا بالتوق باللوكاليزاسيون ديالهم واش ساكنين في الفوند فالي واش ساكنين في بطول الأودية ولا بعدين على الخطر واش عندهم ما يسمى بال بال بيرمية كونستركشيون ولا ما عندهمش واش عندهم إلا كان عندهم بيرمية كونستركشيون بمعنى ره انفوغمي ولا إلى غير ذلك يعني كينا بزاف العوامير اللي هي الطبيعية بيرودير والبشرية متعلقة بتقافة الخطر متعلقة بنظام تدبير المخاطر مرتبطة بتقافة الخطر ومرتبطة مرتبطة الحال بهذه النشارات الإندارية واش كيتعلمو واش ما كيتعلمو واش كذا إلى غير ذلك الجنوب اللي للمغرب عرف مؤخرا تساقطات اللي هي كانت قصوى في أحواد اللي هي صغرة الأحواد اللي كتكون صغرة تكون معدل استجابات الحوض صغيرة بزاف ما غادشي ما كتعطيناش حتى الفرصان نديرو لها بريبونسيون يعني عندك مثلا حوض في خمسين كيلومتر كاري مثلا يعني داك لطن دو ريبونس طن دو ريبونس هو الوقت مليك تبطيح شطو مليك عمر الوات ما عندك شغيطاء نباتي عندك واحد الكيمياء التساقطات تبطيح في واحد المرحلة اللي هي صغيرة بزاف عندك ما كينش كوفير فيجيطال ما كينش غيطاء نباتي اللي قدر ينقس لنا من من الوقع ديالتساقطات على المجال وعلى معدس تجابة الحوض مساحة الحوض صغيرة تخلي هاداك لطن دو ريبونس لطن دو كونسونتراسي يكون صغير بزاف بتالي حتال باش نديره تدخول تيكون صعيب تيكون صعيب بتالي كيني بدي تيكنيك بزاف باش نقدره نقسم من هاد من هاد المشكيات الفيضانات في هاد الأحواض أول هوا أننا نعطيه المعلومة للناس يعرفوا أن هادوك مناطق راموه الدادة خصة أنه هاد المناطق الجنوبية معرفاش تساقطات واحد هاد الفترة معينة فترة مهمة فترة مهمة هاد الشيء اللي تي أطر على واحد الحاجة مهمة وهو داك امتقال ديال المعلومة من جيل الجيل فالح فاشنا تكلموا على الناس كتسولهم تيقول لك هاد الفيضان ما عرفتوش هاد المنطقة واحد ستين ولا خمسين سناء داك شاليش اليوم ربما احنا أستاذ مطالبين أن يكون واحد السرعة في مشاركة تحديثات المعلومات مع الناس ديال بحال هاد المناطق يعني بتاتخدي ذاكي اللي قدروا يبحثوا في المعلومات يديروا لها الميزة جور ديالها وأعطوها الناس وبالطريقة اللي خصا تكون مشو قدروا نحاولوا نتفادة ولا قدر الله كوارثة ولا مشاكل اللي تقدر توقع صحيح ثقافة الخطر داخل فيها التحسيس وداخل فيها داك انتقال المعلومة عبر الأجيال الأجيال اللي كانت قبل واللي كانت مرتبطة بزاف طبيعة كانت واعية بهذه المسائل كانت واعية أنه راه الواد كي فايد خصوية تحمل الى غير وصيرتو الحملة المفون ديال الحملة مفون مهم فادلازون اللي والل الكيفالان ديالو واليكخير طورانسيال دوك اللي كخير اللي تدعطينا دوك اللي فلاشفلود كي يجي كي تقرأت ستسميثة حملة كتدي كل شيء كتدي كل شيء قدام والا وبالتالي فا هاد السنسيبليزاصي داخلين فيها ما هو تقافي محلي وداخل فيها ما هو داخلها هيدرولوجيا في هذه المناطق إذا كانت دراسة هيدرولوجيا خصنا ندير واحد مسألة مهمة ونديره ديالبانو أو ديالبانو ديالسنسيبليزاصي ديال المعلومة نقول بلا هاد الازونرهم مهددين بالمخاطر الفيضانات حتى لما كانت شرقة بعض المستوى البناء الإنسان كيت تحمل مسؤولي حالك تدير بانو كتقول مثلا المواشي كتقطع من هاد البلاسة أتنسو بتصويرات تقدر تدير تصويرات تدلر الحملة تقدر تدوز في أي وقت من المناية ديال ما ولا يقدر يفيد الواد ولا يقدر يحمل الواد والست يقولوا لي بلي ما بقاش بزدي الوقت ولكن أنا محتاج أن أخذ من أنتك مع الهمات والحاديث برفقتك شيق وأكيد تكون معنا في حلقة مقبلة مناخ المغرب في السنوات المقبلة شنو اللي خاص المغاربة يعرفوا لي لأن بعد المرات كان حصوري وصنة الفين وخايفين أنت أستاذ عندك المعلومة العلمية شنو تقولنا لها؟ كل مؤشرة تدل على أن هذه الخصائز المناخ ستتساعد لا في الحرارة يعني السهد ما زال غيشي ما زال غيشي وما زال تكون عندنا تساقط أكثر تركز وبالتالي اللي خص يتدر وأنا نرجعوا نرجعوا التقافة ديالنا بمعنى؟ نرجعوا الارتباط ديالنا بطبيعة نردوا البال نردوا البال نرجعوا غير الناس اللي قبل كيفاش كانوا يدبروا الماء عندنا واحد نظام تدبير ندرة الماء في الجنوب وهو تدبير ندرة الماء وعندنا في التقافة المغربية بزاف ديالنا ما دي جيل تدبير ماشي غير ندرة حتى تدبير ديال فائد ديال الماء المطفيات المطفيات كيفاش كانوا يدبروا العيون النظام ديال ديال اللي كان في الجنوب ديال الخطارات مثلا كيفاش كانوا أن الساكينة في واحد الوقت مع مرة كانت تتبني في بطول الأوضية كانت تتبني خارج الواد تتخلي الواد إما أنه إلا كان بيرمانو كي يسقي منه إلا ما كان بيرمانو كيف يلحو فيه بعرفين أنت كي يجيل ما إنت ما كي يجيش يعني يرجعوا لطريق تعيش الجيل اللي قبل مننا الجيل اللي قبل مننا لأن المناخ كل تلاتة وثلاثين سنوات تولى لدينا واحد سيكل جيل مناخ جديد ويتأثر بسلوكاتنا كمواطني نطبيل الحال خاصة في الاستقرار خاصة في طريقة ديال التدبير خاصة في الاستقرار ديال الساكينة في الوشوة ونطبيل الحال في طرق ديال التدبير المحلية لأنه مين يكون عندنا القوانين إلما إلما إحنا مقدرناش لا ننقر إلما المواطنش كان واعي خاصة في إطار هاتش ديال السوشيال ميديا وهذا إلا الإنسان بعيد على ما يقع من عازل على الواقع للأسف من عازل على الواقع احتفت دراسة اللي قمنا بها في ثقافة الخطر مقال العلمي بيها انختمار أستسلكات كالخير وأن الناس اللي عندهم كثرة من خمسين سنة كثرة من خمسين سنة عندهم التقافة ديال الخطر تقافة ديال تدوير الماء تقافة ديال الخطر من خمسين سنة ماكي 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 يعني هذا التوجه نحو والتأثير ديال السوشيال ميديا بدك يفقدنا هذوك الطرق ديال تدوير مواجهة تخطروا الواقع بالخطر بالخطر إلى غير ذلك شكرا لك بزاف أستس الله كنا أخذ منك ونقول المواطني اللي تيتابعونا باللي أنا وأنت وولادنا وولاد ولادنا وأخوتنا وكل واحد في هذا المجتمع تقدر تكون عندنا قوانين ولكن بسلوكاتنا قدروا نعيشوا أزمات مناخية صعبة كيف تسوي الرسك واش تبغي توصل ما تلقى ما تشربوا ولو ولادك ما يلقوا ما يشربوا واش تبغي توصل درجات حرارة خانقة لأننا كينا سلوكات مضرة بالبيئة ديالنا نحن أخصنا ناخدو القرار ونتمنى يا ربي أننا درجة الوعي ترتفع عندنا وهذا هو الهدف ديال برنامجنا وبرامج أخرى في مشهل الإعلامي المغربي شكرا لك أستاذ مرة أخرى جاءوا قية المطبخ ومشيون تبقى فقرة من يد شيف مرحبا بكم في فقرة من يد شيف اليوم سوف نجدو بغاوني بالقرقاء وهذا بغاوني سوف نحتاجو مية وخمس وسبعين قرام جيل شكلات كحل مية وسبعين قرام جيل زبدة ثلاثة البيضات خمسين قرام جيل تقرق ومية وخمسين قرام جيل سكر سانيدة بطبيعة الحل القرقاء أول حاجة سوف نأخذ بول اللي سوف نضيفه الشكلات كمية كاملة الشكلات ونضيفه حتى الزبدة ونضيفه يضوبه في بان ماغي من بعد سوف نأخذ بول أخر اللي سوف نضيفه البيض وسكر نضيفه ثلاثة البيضات ونضيفه بالسكر سانيدة ونضيفه بالسكر حتى والي مصر يومي بقلاد البيضات اضعوا سكر ثانية ونأخذوا أحوال وصلتنا باكاته من البيض ما طربنا البيض والسكر حتى يبدع في الحجم ديالهم وضعنا زبدة وشكولات سنأخذوا خالط زبدة وشكولات ونزيدو على خالط البيض ونحركوا نحركوا بشوية لكي يحبطينا البيض اللي طلعنا من بعد نزيدو دقيق ما يقدر ديالجوش للمعالق او لخمسين جرام ونزيدو القرقاع القرقاع يبقى اختياري اللي ما كيبغيش القرقاع يقدر حتفض غير بيها في حالة كده او لايزيد ديالبي بشوكور نزيدو قليلا بشوية بشوية نحن نخلط ديبغا نزيدو الطرفة الجرام ديالجوش ديالجوش ونزيدو ديالجوش ندخلو البغاوني جعلنا الفران على الرجل حرارة 180 من 20 إلى 25 طقيقة من بعد ما طاب البغاوني خليناه يحتبرد من بعد قطعناه طريفاتها كمربعات تقدروا تضوقوا باش ما بغيتوا أن ندرتنا الكرامل وشوي جلق رقع من الفق وقدموه بصحة وراحة شي طيبة شكرا دايما على حص المتبعدي لكم لنا مشاهدين الكرام يلتحق بنا دكتور دريس خدري الأستاذ الجامعي والكوتش في تدبير مالي أكيد دايش نوف كيف العادة فقرة تستدبير حياتي مرحبا أهلا أستاذ الله يبرك فيك الحمد لله رجعكم دا بشوية دكتور للحديث على الأخطاء الفتاكة بميزانية الأسر المغربية ولكن قبل تركيزنا على ولداتنا التربية والاهتمام بهم اليوم تنشهدوا إدمان وتعلق كبير لبزا فتاكة الولدات بالألعاب الإلكترونية في سنة صغيرة شنون المخاطر اللي توقعوا فيها كيفاش نقدروا نحلوا هاد الإدمان ومتى يتم الحديث على إدمان على الألعاب الإلكترونية نتكلموا رفقة عفاف لديني الأخصائية النفسية في هاد الموضوع رجعي عفاف مرحبا بك من شتيد امتا سندوه على إدمان دي الأطفال على الألعاب الإلكترونية على غير الإدمان فيها خمسة دي العلامات اللي كنا عرفوهم عند كساس وعند الأطفال ولا المراهقين ولا الاشخاص الراشدين أول حاجة هي فاش هاد الإنسان ما كيقدرش يحبس من لا كونسوماتون دي الليك يعني ما كيقدرش يحبس ذاك سولوك يعني أنفى الوليدات كيبدو يلعبوا أم بوسبت حيدي له ذاك لطابلات ولا ذاك للكونسول يعني ما كيبقاش عندو واحد الحرية باش يحبس ما كيتحكمش في مدة الساعة وللوها دوك ما كيتحكمش وإلا مشاوتا حبسي ليه هاي كون انكخيزوا تاني حاجة هي فاش كتكون واحد السعمال مستمر يعني كل نهار ماشي أنا مرة كيلعب بزاف وسافي مشا عليه لازمين كلما كيلعب شو نقولو را مضمي فاش كيكون كل نهار تالت حاجة فاش كيكون واحد الاستعمال قهري يعني حتى كيلقراسو كيلعب ما كيش واحد تفكير قبل ولا دي عكتو ما هاي مشي يلعب كيولي الريفلكس اللول دي لطفل فالا رفلكس اللول دي يعني ما كيش واحد تفكير قبل داكو الرابع علامة هي فاش كيكون واحد الكريفين كيفاش كان نفسروه هو انه واحد الرغبة ملحة في واحد الوقت لي ما يمكنش في المدراسة هايقدر يهدر حيام ولا يلاح الأيني هي قلب ينسي على القراءة ينسي على الأشياء اليوم نحن مركزين على الأطفال دينا لأننا فقرت مع أوليدتي وإن شاء الله نتكلموا فقرات أخرى على إدمان الراشدي لأنه أولى بكثير عندهم إدمان على الألعاب الإلكترونية فعلى قبل أوليدتها شو نقعها في فلوديني في المجتمع ديناتا ولا هذا النوع من الإدمان بعدا نقول واحد الظاهرة اللي جديدة هو دليجون ما كانوش قبل كان عنا التليفون عنا واحد السهولة باش نصلوا لهذا شي كامل كانت نخلقيني جديد شي شي جدا في العلم دينا ونحن نسمع بشكل كامل بإنشاء بشكل كامل فإن ترى التليفون فاستطيع التليشارجية تقلقين كيف نتعامل مع هذا الشيء لكن كيف نتعامل مع هذا الظاهرة الجديدة قبل أن نرى كيف نتعامل مع هم كانت خطأ أبوين التكيب دي الإدمان عند الأطفال فين كان نرتكب الخطأ وش في سن صغيرة كان أعطوهم لزكرة شو اللي توقع؟ بيانسور راقلت الخطأ نقولوا بأن 90% دي الوليدين فاتش فاش كيكون الإدمان دي الطفل على هاد ليجون حيث بعدها أول حاجة حنا كان نشوفه فاش كان مشي لغاية سطو كان نشوفه الوليدات ديما فيديهم تليفون كيكون شي حاجة في الدار كان أعطوه التليفون كان برونت هنا وامتي بو من داك يقدر يدي لنا يبرزتنا في الكوتي دي كان بغيو نعطوه هادك الاباري ووسي كيخلي لنا كيخلينا مرتاحين في واحد الكوتي أنا نمشي كان مشو باركزامل نقيدو في الزاكتيفيتي خسنا نديو خسنا نجيبو خسنا نديرو يعني كيخلينا مرتاحين في حياتنا بلوزو موى يعني نعطوه غير داك التليفون يلي بيان يلي كونتون وطول مون دي كونتون ودره ترنكيل مرتبع ويباد بخوبلم دونك كيري إحنا كالكوبا مني كان نعطوه لراسنا ذاك الحق وفات مني ما كان نعطوه ما كان نهتموش بذاك الطفل أنه في غير ما ورا ما خسوش يقرر بالتليفون في غير ما خسنا يعني سأنه نقاج مو من جهة نحنا يعني هابداو نديرو نجيبو لزاكتيفيتي هنصبرو عاوثين على صداع ديالو في الدار على روينا في الدار على بكوت شوز يعني ما نسمعوش لذيك الراحة ديالنا ونخليو دوك الاحتياجات الأساسية ديال الطفل هذا أنواع إدمان آفاف ربما هي السبب أنه بزافتي بريدات كأني ودبا من السمنة لأنهم دفون لغ زكرة ما كيتحركوش تقدر تخلق لهم مشاكل صحيح صعيبة؟ بيانسور دايق كنشوفو فاش إلا كندرولا تغني باركزامف للكول باش بوغبغي لازنفان عندهم مشاكل نفسية كنقدر نشوفو في اون كلاس دازنفان اللي عندهم ليسرن بزاف ولكن يصوفو في الحصة كتلقاهم يعني في البنية ديالهم يضعف بزاف فاش كنجيو كنشوفو علش هدلوليد ناس علش هدلوليداك كتلقاي بعد دايجا في الدار ما كنعز تال بادوغ يعني ما عندوش وقت ما خدد لي وكتفل خصوين اسفي واش هادا النوع من الادمان ايضا ساهم في انتشار اضطرابات عسر القراءة والكتابة هو عسر الطرابات هما كيكونوا داي تخوب نورو ديفلوبمونتو يعني دايجا في الوليدات ويقدروا يزيدوا فاقمو ويزيدوا فاقمو يزيدوا خليونا ما كنشوفوش هدك لطرابة فريمان كاين وداي جا خصا نعرفو بان التادياش هو النقص فتل طرابة داتانشون ديفيسيد داتانشون نقص الانتباه تركيز لعفرة الحركة هو واحد الفاكتور بادالي كيخلي هدك الوليد فاسيلمو يولي مدمن اقاب الالكترونية دونك كنشوفو فاش كيكون عندو واحد الادمان كنشوفو مخبياون ديبريسيون مخبي واحد الوليد نقص المنسكولير نقص المنسكولير اللي مسيكن كالقاريرا سوف داك في داك لاجو واحد لا نيجليجانس فالدار اللي نيجليجي دونك فرصة ما يبقى يتخبف في لاجو دونك ويقدر يفاقمو واحد الالتخوب اللي كيكون عندو داك الوليد ويبقى مسيكن منسي في داك شي يعني وش ممكن نعتقو ولداتنا هل تدخل المراقبة والالتزام ديال الوليد نقدر يقون فانا هادشي مشي بحل لك نغير حل مودست بيانسور بيانسور زي ما أنا كانت دخل هي داك شي لاش عند الاطفال كان قدرون نبعدو من الكلمة ديالإدمان حيث إلا مشي نتاقل لنا إدمان سوف يعني نحب صغير غير هنائي يعني كمشو ونشوفو كس كي سباس في القيسم في القيسم هاد الوليد مالو كس كي سباس يعني كان لقاوا بعدها ديسفنكسون مو في العائلة وشي حاجة وقع في المدراسة شي مشكل بار اكزامبل كيف هادر سيلال اللي تخب نورو ديفلوبمونتو إلا كان عندو مشكل ما في الدراسة يتخبه في فليجو إذنك هنا يكن بعدهم ناجي باش كان بعدهم من كلمة الإدمان باش شوفو تتفهمو شنو واقع كان فهمو مع الوالدين ديفوك نلقى بأن الوالدين ما كيقدوش يدروح الحدود حيث الوليدات اللي تبعناهم الوليدات كيتبعوا البليزيغ ديالهم معمروا ما يحبز معمروا ما يحبز إلا تسنيتي ولي داي يقول لارا أنا خاصني مشند اللي يدروح ولا ما هدي شي دير يعني هاد الاطار خاصو يدار من عند الوالدين ما نفكر الاطار يدار من عند الوالدين دك شرش محتاجين أن أبأ والأمهات تم مرافقتهم بشكل مركز لأنهم اللي غي أعونوكم تلقوا حلولي بيانسور أنتو كنغولادي ما فش كيجيبو للي باران كيجيبو ليداتهم اغلبية الخدمة مع الوالدين اغلبية الخدمة باش كنعرفو بزاف دلي حواج ديفوك كيكون مشكل في العلاقة بناتهم بان بلان شوز دونك الخدمة أكترية مع الوالدين بيانسور مشان حيدو طريقة نهائية من نحاولو ستدير عندك واحد سواعات باركزمبل الوليدات قبل من سيزون يقربو التليفون حاولنا ماكسيموم ما يقربوش التليفون لك أنا أحسن من سيزون لتل ديزون نقدر نعطي واحد تخانت منوت تل ساعة تل إنو رقع مكسيم بارجو إليك أكتر من ديزون يقدر يوصل لساعتين ولكن هادو ديزون ماكسيمال يعني لقينة من نقصوا لكان أحسن وسيغطوا يهتم بحواج أخرين يعني يكتشف حواج أخرين يخرجوا تاقتهم يخرجوا تاقتهم يلعبوا يجري أفا سمحوا اللي قطعتك مؤخرا شفت واحد المقطع لما قاعدت تواصل جديم واحد العائلة أجنبية الأم صورت ولداتها ودكتور خودري توي شركنا رأيو صورت ولداتها قاتل لهم دارنا قبل من اللي كانوا لطابلت ودارنا من بعد لطابلت حدوا لطابلت لولادهم وداروا لهم في نحن قزون بالدريجة في نحن قزون حبال معلقين الدروج في الدار يديروا النباتات في الدار لأي حاجة لعلاقة بالحواس وحركوهم صورت لكم ببختم لولادها اللي من مختلف الفئات الأمرياء كيف تبدل قاتل لهم جغوا تخوف ميز الفن وكان سمعوا بزفد اللي مامو اللي مارو غزموا قاتل لو بغيت الدار تبقى مقادة وليدات كامراد قاتل لانا هادي يدير هادي يدير صفعت هذا كانت هنا دون الدار اللي فعل الوليدات قاتل بعد الدار ديال الوليدات ما كانت صالون من قرب لأدم نديروش ميهرسوش ميديروش يعني ديال فعل ميزون كنخليوهم كاي دكتر خدري شو رأيك في الإكسبرانس اللي دارت تعد السيدة على لا سيدة اللي تكلم بزيانة لا لا دي عقدة صالون موجودة بزيانة عقدة صالون هي اللي خالف زفت العقيدة للأسف ميسيدة اللي بدأت الاسباس شريبة جميلة هو يعني تصالح مع الوليدات خلق فضاءة جديدة في نعود لقاء ولدات اللي تهربو علينا تكنولوجيا هي اللي بغت هدشي ولكن من كيهربو عليك ولدك نحسين تابراسك بالعزلة بيس شرع لأن العمر كيدوز دكتر خدري كيدوز كيجو حت نارفش على التقافة المالية أهم أخطائنا المالية كأسر مغربية في علاقة بتدبيرنا المالي في هذه السنوات الأخيرة دكتر خدري إجابنا لأسئلتنا دكتر خدري بزفتي الأسر المغربية و بزفتي العائلات المغربية للأسف ما تعلمناش الاستثمار ما تعلمناش تقافة الدخار ما تعلمناش كيفاش نتعاملوا مع الفلوس وكلقاب اللي الناس كتقول لك ما عرفت فلوسي فين كالطير بغيت نديرنا بيك اليوم قراءة فين كرتكبوا أخطاء في هاد سنة 2004 شكرا فكت تكون ديما ميزاجوخ بتغير العادات بتغير نمط العيش وغيرها أهم أخطائنا المالية فين كينا والأكتر خطورة بنسبة لكم كيف ما قلنا أن اللائحة ديالأخطاء المالية كثيرة بزاف متنوعة وكان الأخطاء اللي كان نرتكبها كفرد داخل أسرة وكان الأخطاء اللي كان ترتكبها الأسرة ككل من بين هاد الأخطاء كين تشتت مهمة الشراء لفونكسيون أشاف الأسرة هاد التشتت ديال مهمة ديال الشراء كين تج عندو عليه تفاقم ديال مبالغ المالية اللي كان صرفوها في الشراء بعد مرات كلنا كنشريو نفس الحاجة وكيوقع عندنا التضخم ديال هديك الحاجة اللي كان اللي كان شراء وكانتبقى عندنا فضار منتوجات مأكولات إلى آخر كل شي كيجيب ديسير كل شي كيجيب الخبز كل شي كيجيب هذا النتيجة هي أننا كان لحو جزء من هديك المأكولات ديالنا اللي ما كييتمش تناولها هذا الخطأ الأول ولي كيبلي جاسيم وعندون عكاسات مالية على المخزون ديال الأسرة وعلى الدخار ديال الأسرة وعلى الفون ديال الأسرة النقطة الثانية اللي كيتبلي مهمة جدا وخصنا نتكلم عليها هو خطأ فتاك داخل الأسرة في في صمت هو دك دي سوپيريور ايغ حنا كتدلوها في رياضية المالية بحال هكذا يعني كان نفقو كتر من اللي العضلات المالية كتسمح به داخل الأسرة نقدرون حلو القوس ده بولت بزاف ديال الناس كتشري كتقسم بالشركات الخلاص مثلا وطي كتطرف واحد الحاجة باقي ما دامنش واش داخل ولا ما داخل لاش عندك والخطير في الأمر انك هادك المشترى اللي درتي وغادي تأديه بالأقصاد كترهنو بدخل إيبوتيتيك يعني داخل محتمل يقدر وليس يقولك مثلا سأجي لابريم ونخلص بها ثلاثة ولا أربع ديال شيكات تقول ضمن لك أن لابريم سأجي ومن إيجاب لابريم تلقى نفقات مستعجلة تقدر تلقى مرض تلقى نفقات مرتبة صفر مفاجئ صفر مفاجئ إلى أخر تلقى واحد نفقات الاستثنائية ومستعجلة كتر من ضرورية مستعجلة اللي كتخلي هذه الحسابات كلها اللي درتي خاطئة أش كي يبقى نتيجة وهو أنك صدرت شيكات بدون رصيد أو صدرت واحد الكلمة أعطيتها لواحد سيد ونوحد سيد سيد ونوحد 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 هنا الأسرة تدخل في معضلة مالية وهذا نتيج عن قلة الثقافة المالية أنا كالتازم بما عندي ماشي محتمل أن يكون قسني التازم ذك الشي اللي أنا متأكد منه أنه غديدخل باش ما يرتفعش الدي على يعني لدي ما ترتفعش لا غسات دكتور خضري هاي البارح هاي البارح جاءت لي واحد الخبيرة في التخصص دي لكم يعني من نفس المالي والتدبير المالي وتكلمات أنا كنت أول مرة نسمعها باللي في علاقة بالدخار نحن دي ما تنضحكم أكتو نقولك دكتور خضري تتقولنا تسأل فاصلة سأل فاصلة خمسة و سفر هاي في المية تدخروها هاي كسيدات كلمات باللي الحرية المالية اللي كندوق إليها وليكن طمحوا نواصلوا لها باللي نسبة للدخار ديالنا مرتبطة الأمر ديالنا بمعنى قالت باللي اللي كنكونوا في الثلاثينات خس ندخروا في واتخوا ندخروا في وكات في الأربعينات في خمسينات ندخروا في واسنك واشنطوما متفقين مع هذه التراتيجية وهي تكلمت على على أقل 15% من المدخول ديالك هادي مسائل زوينك تكون نظريات في هاي واني 15% دكتور خضري في 2024 شوية صعيبة إنسان شوية نكون نتسمو بالواقعية إحنا رجل المالية ولا رجل الاقتصاد سيكون واقعي ما كيشوف الأمور ما شك كيف يجب أن تكون ولكن واش من بين أخطاءنا الفتاكة إنما عندناش ثقافة للدخل بعد الدخل الدخل مرتبط بالدخل ديالك نقدر أنا ما خدمتش في 30 عام فهديك 30 عام اللي قصينا ندير فوات روح ما خدمش ما زال ما خدمتش لأنه تعطلت في الواتيرة ديالي القرية ديالي وقعوا مشاكل عندي كيني مرقش خدمة مرقش خدمة ما عنديش راحنا البيطالة الجامعية الآن في بعض التخصصات وصلها إلى 19% وتقولوني أنا في 30 عام غادي ندير دخل محتمال نضروب في ثلاثة هادي وحدة ثانيا ننك نشوفه في 2024 شكو اللي كانت يقول أن الحم غادي وصل ل120 ديال الدرهم وشكو اللي قال أنه ديك الرومي غاوصل ل27 درهم وشكو اللي قال فالضرفية الآن شوية صعبة فيها واحد شوية ديال ارتفاع منسوب غلاء المعيشة بـ 4.2% وهادي أرقام رسمية ديال المدوبيا السامية التي تغطيت ففي هذا في هذا العطار وفي هذا المصار وفي هذا ديال بوراما اللي حطينا فينا قد يدير هذا الضيخة هذي 9.75% رأني أنا تؤرقوني ما كان قدرش نعسلي أنه قلت للناس 90.75% وقصوا ميلتازموا بها ومن كان جيون نشوفوا الضرفية 2024 صعبة صعبة شوية إن شاء الله 2025 تكون مخيرة لنا يا ربي من الناحية المالية تكتر خدري أخطأ كتير ما زال غاد يرجعوا لها حلقات مقبلة بينسوق باش نقدروا نتعمقوا أكتر في الموضوع متر شكرك كل مرة لحضورك معنا مغاربة العالم تكلموا على مجال الإعلام الرئيادية الوجهة الإمارات سيدة مغربية 18 سنة في لك غياغ ديالها وكانت من بين القلائل النساء في هذا المجال في مشهد الإعلامي الرياضي بالإمارات كيفاش نجحات أنها تبني هذا المشوار الإعلامي تجاربها وتحديتها وكيفاش جتها تجربة تأيين كمديرة الإعلام في رابطة المحترفين الإماراتية بين الأم والإعلامية غادي نتعرفوا أكتر على قصة نورة عادي الروبرتاج راشعين ربطوا به الاتصال بالإمارات تطور المشهد الإعلامي الرياضي بالإمارات كان منظم لبيناته الأولى نون النسوة المغربية نورة عاديل أول صوت نسائي كسمع الجمهور الإماراتي في ملعب كرة القدم سنة 2007 18 سنة قدتها نورة عاديل بدولة الإمارات وكانت الهجرة ديالها بعدما تخرجت من المعهد العالي للصحف والإعلام وحصولها على ديبلوم في تسير الإداري والإعلامي حققات إنجازة بارزة في الإعلام الرياضي ومن بين أبرز محطاتها المهنية توليها منصب مدير الإعلام في رابطة المحترفين الإماراتية بحيث شرفت على تطوير عمليات إعلامية متكرة نورة عاديل هي رمز المرأة المغربية لكتصنع ضيفتنا في فقرة مغاربة العالم نورة عاديل يا أهلاً وسهلاً أنت معنا من الإمارات مرحبا بكم نورانا أهلاً وسهلاً زينب بارك الله وفير وشكراً على الاستضافة هذا شرف لنا شكراً لك نورة عاديل الإعلام الرياضي في الوقت اللي أنت بدتي فيه ربما كانت فكرة ما كانت جيش على بل بزيف ديالنسا علش أنت اختاري تيد المجال شكراً زينب يعني شوفي المجال الرياضي دخلت في الإمارات بمحض الصدفة بفراحة غير أنه إحنا كمغاربة معروف علينا حبنا لغياضة أكيد لكن في مجال في دولة الإمارات كان بمحض الصدفة لأنني كنت في مجال تراثي ثقافي فعجب الصدفة ودخلتي المجال تماماً دخلت للمجال الرياضي عن طريق نادي العين اللي هو حالياً كيلعب فيه نجمنا سوفيان رحيمي فمنها أنت بدأت الإنطلاق في الإعلام الرياضي تحديداً جميل جداً الكاريغ ديالك تبارك الله كبيرة وأنت تشرفينها في المجال الإعلامي وفي الصحافة الرياضية تنفتخروا بيك المشوار ربما كان فيه بزاف ديالتحديات أكيد وكان مطلب منك ربما مجهود أكبر باش توضعي البصمة ديالك في هذا المجال أكيد لأنه أول حاجة تكوني كعنصر نسائي وتكوني من القلائد اللي موجودين في الملاعب الإماراتية فهذا كان تحدي كبير أن نبرز عملي نبرز مجهودي يعني أمتي البلدي المغرب فالحمد لله يعني التحديات دايما أو العراقيل دايما كنحولوها إلى تحديات باش تتحول إلى نجاحات جميل جداً كنفتخروا بيك في المغرب ولينا كنشوفه في المجال الرياضي صحفيات مصورات لأنك تكتشفي أن هذا المجال ولو تقبلوا إليه أو التي دخلوا لي النساء أكتر في المغرب باش نتعليقك على الأمر شوفي زينب هو المجال الرياضي هو ليس حكراً على الرجل يمكن حال هذه كانت العقلية أنه الملاعب رجال فقط لا المجال الرياضي المرأة تعطي فيه بحال كيف يعدد فيه الرجل يمكن المرأة حتى عندها واحد مثلاً خلينا نقوله المصورات عندنا ما شاء الله في المغرب ديسع مصورات رياضيات مبدعات عندنا قنانات يعني حتى الزنية التي تأخذ منها هي الصورة ممكن تختلف على الرؤية دي المصور الرجل فكي يكون هناك التكامل يكملوا بعضياتنا فيه إلا بغيت نفكرك بحالكة كإعلامية قمتي وكصحفية في المجال نورا عادل بـ 18 عام اللي كتغمضي عينك وكترجع خلينا نقوله الفيلم شنو أكتر حاجات كتتفتخر بيها نورا عادل أول حاجة من ضمن عملي هنا في الإمارات كنفتخر أني كنت خدمة في مشروع اللي هو التدريب الإعلامي لللاعبين واللي حصلنا عليه على جائزة جائزة المشروع المتميز أو اليونيك كيف سموهنا في الاتحاد الأسيوي يعني التدريب الإعلامي كان أول مشروع الدار وبعد منها الاتحاد الأسيوي فرضوا على باقي الدوريات أنها تنفذوا وهذا فخر أننا بتديناه كمبادرة وكفكرة والحمد لله يعني انتشرت الجزء الثاني اللي بنتفجر قلت لي الفخر حسيت أنا فعليا الفخر هو تواجدي في آخر مباراة للمتخب المغربي اللي كانت مباراة تحضيري هنا في الإمارات كانت أمام جورجيا قبل كأس العالم أحس بها أنا خاصة مع المسيرة اللي وصلنا لها إحنا في كأس العالم فبالنسبة لي هذي كل يعني خلينا نقوله المسيرة كاملة وهذي كل مباراة بوحدتها بلستها بوحدها في كفة رسالتك وخبرتك تبارك الله الكبيرة كان الشباب وشابات اللي بغيوا يولجوا المجال الإعلام الرياضي تبارك الله خبرتك مهمة والبصمة ديالك مهمة أيضا شنو تنصحي الشباب والشابات اللي بغيوا يدخلوا لهذا المجال بشيء طيو لأنك نعرفوا الإعلام واللصحافة بصمتك تصنع الفرق والمجهود اللي كتبدلو كيصنع الفرق شنو تقولي لهم اللي هما في بداية الطريق اللي بقي عندهم حلمة وكيس حبلهم بالطريق رها سهلة هي الطريق أكيد بشيء سهل بحل أي مجال خاصة في الإعلام بشكل عام يعني الوقت ما تيكونش الوقت ديالك كامل ما تيكونش مثلا المباراية مثلا إحنا عندنا المباراية أغلبها في الويكند يعني حاليا إحنا دفع في مجال يدخل فيه الذكاء الصناعي يدخل فيه التقنيات الحديثة لنوعا ما والتي تأثر شوي على عمل صحفي طالما ما ولكن كل شيء موجود رقميا كذلك موضوع المنافسة مع مؤثرين في التواصل الاجتماعي لبعض منهم ولكي بتليفون صافي أن ومارس دور الإعلامي لذلك كان مجموعة من التحديات ولكن كيف قلت الشغف بالمهنة والرغبة في أننا أننا نعمل واحد لبصنة لأننا تكون إن شاء الله مسيرة كلها نجاحات لك نورة عادل وطبقى دائما منورة وناجحة ونبخكوغ يكون فيه بزاف ديال تمييز لك في السنوات المقبلة أنا سائدة أنني حاورتك في البرنامج شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وصلنا نهاية حلقتنا اليوم اتلقوا في حلقة مقبلة تبقوا على خير على الأولى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة